رأي سوداني كامل عباس إن بلاده تتأثر بشكل مباشر من بناء سد النهضة الإثيوبي وأكد الوزير خلال لقائه سفير الأسترالي المعتمد لدى السودان أن استمرار عمليات بناء السد في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا لبلاده وللمزيد معنا من الخرطوم مراسلنا التجاني خضر تجاني إذن وزير الرئيس سوداني يحذر من مخاطر الاستمرار في بناء سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق ملزم على ماذا تنطوي هذه التحذيرات وكيف يتفاعل هذا الملف في الخرطوم نعم سرمد البروفيسور ياسر عباس وزير الرئيس سوداني أكد على هذا الكلام خلال لقاهه مع السفير الأسترالي المعتمد لدى السودان ومقيم في القاهرة قال بأن السودان يتأثرا كبيرا من خلال عمليات البناء والملء لسد النهضة على العام الثاني على التوارد وقال أن عدم الوصول إلى الاتفاق ملزم بشأن تبادل المعلومات في عمليات الملء والبناء هو يسبب ضرر كبير لسودان وأنهم يرودون الحفاظ على خزان الرسيرس بمستوى الطبيعي وأن هناك حياة الملايين من السودانيين على ضفاف النيل الأزرق تتعرض الخطر نتيجة للإجراءات الإثيوبية الأحادية هذا الموقف السوداني متجدد في كل مناسبة طلب السودان الدائم هو بضرورة وجود التفاق قانوني ملزم مع الحكومة الإثيوبية بشأن تبادل المعلومات فيما يخص عمليات الملء لأسد وعمليات البناء المستمرة داخل أسد النهضة هذا الأمر يجعل السلطات السودانية قادرة على التحسب والتحوط لكل الظروف التي يمكن أن تحيط بهذه العملية خاصة ووجود ثلاث سدود سودانية قريبة جدا من سد النهضة هي سد عالي نهر عطبرة وستيت والروسيرس بالتحديد هو أكبر هذه السدود يتتأثر مباشرة بالمياه القادمة من الهضبة الإثيوبية ووجود سد النهضة يسبب خلل في عمليات الضبط والتنظيم التي تقوم بها وزارة الري والموارد المائية إضافة إلى التأثيرات التي تكون على الاقتصاد من خلال المزارع والمحاصيل الموجودة على الشريط النيل على طول النيل الأزرق قوى حياة الملايين الذين يسكنون عدة مدن وقرى كلها على ضفاف هذا النيل على مسار وبالتالي السودان ظل يردد هذا الطلب حتى في طلبه لمجلس الأمن في جلسة السابقة اعتبره عندما خرج بمجلس الأمنه انتصال الدبلوماسية السودانية مجددا هذا الطلب من الخرطوم مراسلنا تيجاني خضر شكرا جزيلا لك